أهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب في الفقرة دي باثنين محللين على مستوى عالي جدا كلنا طبعا نترقب مباراة النادي الأهلي على مستوى المحلي في الدوري لكن كمان مش حول الأهم بالتوازي طبعا كل الناس منتظرة القادم هنحلل مع حضراتكم بوجود اتنين من نجومنا الكبار في التحليل أحمد ثابت ومحمد الباز بنرحب بيكم في الأهلي في رمضان منوارنا ومشرفيننا نرحبا وأكيد يمكن سابت صديقك النفسي من زمان نعمل حاجة سوا وأكيد الباز بقى راجل كرة على ماء عايزين نسمع النهاردة بقى نشوف المحلي يا أخبارك فيه عايزينك تتعلق كده في المحلي طبعا شفنا الفترة اللي فاتت أكيد النادي الأهلي طبعا عندنا مباراة الجيش والرجوع للدوري وعندنا الرجاء بشكل عام يا سابت عايزك تكلمني شايف مسماني في الفترة اللي فاتت في مباراة الرجاء حق أهدافه أكيد منها ولكن التفاصيل الفنية اللي انت شفتها شفتها إزاي وإيه اللي شفت مسماني قدر يعمله هو اللي كان نتكتو إن احنا نقدر نتأهل على ملعب صعبة جدا زي مركب محمد الخامس وظروف صعبة جدا زي الظروف الجمهارية اللي مرنا بي حبدأ معك من الأول من أول مجرات الزهاب تعال نشوف كده من أول ماتش المصري كلنا خدنا بالنا أنه هو غير طريقة اللعب كلنا استغربنا ساعتها وبيعمل ليه كده ليه بيبدأ ببير سيتاو جنب محمد شريف لعبنا 4-4-2 ترين أنه هو كان من وجهة نظر يعني أنه كان بيتسو مسماني بيجهز طريقة اللعب دي عشان الرجاء في مباراة الزهاب لأنه كان متوقع أنهم حييجوا يلعبون هنا بتلات مدفعي تلاتة أربعة تلاتة اللي هي طريقة اللعبة في مباراة الزهاب وبالتالي جهزها من مباراة المصر فبدأ هنا بـ 4-4-2 في مباراة الزهاب شوف المرونة التكتكية اللي عند المدرب مستر بيتسو مسماني لما بدأنا هنا بدأنا بـ 4-4-2 محمد شريف وبير سيتاو وحسين الشحات على الأطراف كان دايما بيخش لجوه حسين الشحات وكان أحمد عبدالقادر برضو بيخش لجوه فكان الجناحين دايما بيخش لجوه كصنع لعب وكان هو بيعتمد على لعبة واحدة اللي هي المساحات اللي ما بين المساكين لأنهم بطاقة جدا مدفعين الرجاء كان دايما بتتلعب أن اللعبة بيتحرك بير سيتاو هو اللي بتحرك في المساحة اللي ما بين المساكي اليمين والباكي اليمين بتتلعب له حتى الكرة دي جي منها الهدف الأول وجي منها فرصة محمد شريف الضائع اللي هي أنصاف المساحات الموجودة ما بين الزهير الأيمن وما بين المساكي الأيمن ده كان اللي بيلعب عليه مستر بيتسو مسماني بص حضرتك على حاجة برضو المدرب رهان يعني رهان أنت بتراهن على تشكيلة على تغييرها بتزاكر المنافس لازم مستر بيتسو بيزاكر المنافس بشكل كويس جدا عنده قرية المنافس واضح جدا من التغييرات كذلك الشوت الثاني إحنا جاء كان عندنا نوع من عدم التركيز استقبلنا هدف في نهاية الشوت الأول وحتى الفرصة الأخيرة اللي أنقذها محمد الشناوي مش معنى كده أن محمد الشناوي صد أن الفرقة بتاعتنا عندها مشاكل أو أن لا ده طبيعي أنت برضو بتقابل منافس ومباراة النوك قوت دي حاجة مهمة أكيد الفرقة الثانية برضو بيبقى لها رد فعل تعال نروح بقى المباراة الإياب برضو جمهور الأهل يا فارس بصراحة جمهور الأهل أنا كنت في المدرجات بصراحة جمهور عاصم جدا ما عندوش بصراحة حتة الهزيمة أو اليأس أنا كنت مستغرب خارجين اتنين واحد والناس بتشجع والناس عندها حماس ويلا والأهل وحنرجع وكده تحس أن الجمهور الأهل اللي يدور كبير الحاجة الثانية كابتن سيد عبد الحفيظ بتصريحاته اللي حصلت بعد مباراة الزهاب اللي خايف ما يجيش معان ده مهم بعد كده تصريحات وجود كابتن الخطيب ووجود صفر كابتن حسام غالي الاثنين مع البعثة من أول يوم يحسب ليهم كذلك كابتن محمد الشناء وتصريحاته الأحدى اللي قبل المؤتمر الصحفي لو جمعت وربطت الأحداث دي هتعرف يعني إيه شخصية الأهل دي نقطة مهمة جدا تعالى اللي بيتسو موسيماني بقى عمل إيه في القياب الناس اللي بتنتقده إحنا لعبنا خمسة أربعة واحد أو ثلاثة أربعة ثلاثة بتتحول في الحالة الدفاعية الخمسة أربعة واحد صرف اللي الجناحين بيرتدوا وتعتمد على الهجمة المرتدة ده مستر بيتسو موسيماني طيب هل أنا لما أروح ألعب الرجاء في ظل الجماهير الموجودة دي والملعب الممتلع على الآخر وفي ظل تحكيم غريب الحكم السنغالي نضاي ده والسبعتاشر فاول للرجاء وفاولين بس غير الأخطاء اللي حصلت الكتير فأنت بتتكلم في خمسة أربعة واحد دافع بشكل كويس جدا واعتمد على أنه يأم من ضربة روكنية نقطة قوتهم على فكرة كان الرجاء دربات روكنية هل أنت حسيت بخطورة الدربات الركنية للرجاء فماتش الزهاب أو ماتش الياب مع فكرة احنا حظرنا هنا يا كابتن هيني لما اتكلمنا في مباراة المصري قلنا كان عندنا مشكلة في العيوني أنت ممسك إزاي وشوفنا على الجانب الآخر قلنا في مباراة الرجاء وكان عندنا كلام مهم جدا في النقطة دي أنك لازم في الكرات السابتة تكون ممسك الأفراد صح أعتقد كابتن هيني ده تحصل بشكل كبير جدا حصل وزي ما بنتكلم دايما الكرات السابتة يعني كان عندنا احنا كنا دايما بنقول خلي بالك يا جماعة الكرات السابتة ضربات الركنية بيبقى فيها بعض المشاكل لكن عايز أسألك يا باس كمان أنت بالنسبة للمسلماني وأنا في رأيي أرقام كبيرة جدا جدا على مستوى البطولات على مستوى النتائج حتى البيزية بيقولك خلاص أنت هتقابل المسلماني في الدور الإقصائي خلاص أنت كده كده مغلوب عايز أخذ رأيك في البزائية دا لكن تعالوا مع بعض الأول نطلع ونشوف تقرير سريع جدا عن البيت المسلماني ونرجع مع محلليننا كمان نتكلم على ما هو قادم مباراة اللي جاية للنادي الآلي بيتسو موسيماني عملية الروتيشن هتكون موجودة لا تغيير الخطط بشكل كبير جدا مرونة تكتيكية زي ما قال أحمد سابت هل دي ميزة أن يكون عندك أكتر من خطة تلعب بيها ولا تسبت خطة معينة وتشتغل بيها طول السيزون هنكلم مع محلليننا ونشوف بعد هذا التقريب يواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مشواره الناجحة مع الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا الموسم ووصل مع المارد الأحمر للمرحلة قبل الأخيرة بعد إقصاء الرجاء المغربي وانتظار مواجهة قوية مع وفاق سطيف الجزائري الجنوب إفريقي قاد الأهلي في 26 مباراة خلال دور أبطال إفريقيا انتصر الأهلي في 17 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر ثلاث مباريات وأحرز الفريق 50 هدفا واستقبل مرماه 17 هدفا واستطاع موسيماني أن يتفوق على فرق شمال إفريقيا حيث أقصى من قبل الودادة المغربي والترجي التونسي وأخيرا الرجاء المغربي البداية كانت ضد الوداد المغربي في أول لقاء للجنوب إفريقي مع الأهلي بدور الأبطال وحقق الفريق الفوز بثنائية نظيفة وكرر الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 ليصعد لنهائي القرن الذي توج به على حساب الزمالك الموسم الماضي استطاع الأهلي أن يقصي الترجي من نصف نهائي دور الأبطال وحقق الفوز ذهابا وإيابا حيث انتصر في رادس بهدف دون رد وفي ملعب الأهلي ويا السلام حقق الفوز بثلاثية وأخيرا تأهل الآلي على حساب الرجاء المغربي بعد الفوز في القاهرة بنتيجة 2-1 وفرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام أكثر من 40 ألف مناصر للفريق المغربي في ملعب محمد الخامس وفي مبارتي السوبر الإفريقي قاهر الآلي تحت قيادة موسماني نهضة بركان بثنائية والرجاء المغربي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 أهلا بحضراتكم مرة تانية بس كنا بنتكلم قبل التقرير عن المرونة التكتكية اللي تكلم عليها أحمد سابت وقول أن موسماني عنده أكثر من طريقة لعب يعني 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 3-4-3 كل دي مرونة تكتكية عايز أخذ رأيك عشان الناس برضو مش فاهمة الجزئية دي بشكل أو بآخر هل من الأفضل يكون عندك خطتين بس تلعب بهم ولا المرونة التكتكية بالرغم أنها ممكن تأثر على بعض الفنيات ولكن بتجيب نتائج بدليل النتائج اللي فاتت مع موسماني شايف ده إزاي وشايف الثلاث مباراة اللي فاتوا على المستوى الأرقامي إزاي للنادي الآن صحيح لما يكون في مرونة تكتكية من تغيير خطة اللعب والسيستم لأكتر من طريقة زي ما حدثتك قولت أربع طرق مختلفة لحد دلوقتي دي بتوضح لنا أن عندنا تولز عندنا أدوات عند بيتس موسماني أدوات كتيرة جدا تقدر تساعدوا في تطبيق الامبليمنتيشن بتاع كون الخطط تلاتة أربعة تلاتة أخيرهم شفناه في ممبارات الرجاء والتحول زي ما قال سابت لخمسة تلاتة أثنين أو العكس في حالة عدم حياسة الكرة في الممبارات السابقة أيضا الخطط التكتكية أو المرونة التكتكية فعلا لوجود عناصر قوية كوالتي عالي جدا يقدروا يساعدوا في تطبيق الخطط دي على أرض الملعب بنشوف أن فيه أنا بشوف بيتس موسماني مشروع لأول مرة شوفه مختلف عن أي مشروع مدرب في العالم يعني شوفنا بداية بيب جوارديولا مع المان سيتي شوفنا كلوب مع ليفربول في أول موسم أو أول موسمين ما كانش فيه النتائج الكبيرة كان لسه بداية مشروع في تطوير الفريف في اعداد الفريف في اختيار العناصر في حاجات كتيرة جدا لفجن قدام لونجران أو خطة طويلة المدى أنه يحقق بها نتائج الجميل في مشروع موسماني أنه هو ماشي بالتوازي في تحقيق بطولات أرقام ناجحة مع أيضا مع المرونة التكتكية واختيار عناصر تنفذ الخطط أو المختلفة اللي احنا بنشوفها دي ده حاجة مختلفة حاجة بتدل أن قوة بيتس موسماني في السكوات كمان في السكوات طبعا الكوالت العالي اللي يقدر يساعدوا فيه تطبيق الكلام دوت على أرضية الميدان ثلاثة أربعة ثلاثة من أفضل الطرق اللي احنا شفناها في الطرق الهجومية طبعا في التحولات في الارتدات في المرتدات في الترانزيشن يعني الناس كلها قالت أن احنا في موتش الرجاء الأخير كنا بنلعب بطريقة دفاعية بحتة أنا تقريبا شفت الدفاعية في عشر دقائق 15 دقيقة ولكن معظم 75 دقيقة كنا بنهاجم وصلنا أكتر من مرة لو نبص على رقاميا على أرقام النادي الأهلي في آخر ثلاثة مباريات حتى مبارات المصري في الدوري مباراتين الرجاء لأ يعني عندنا أرقام بتوضح قد إيه الأهلي بيوصل للمرمى قد إيه طبعا وجود بيرسيتاو اللي بيعمل شبه فوضى في أو خلل في خط الدفاع ممكن ما يكونش مؤسر أو ملموس للناس بشكل جديد ولكن تحرقات السريعة بتخلق الأنصاف المساحات أنه محتاج يكون فعال بشكل أكبر على المرمى يعني هو ده اللي نقص فعلا هو يقدر أنه يكون فعال الفينيشنج هو شوية التمركزات عايز شوية ثبات ثبات انفعالي في البوكس شفنا أكتر من فرصة فيه فرصة في مبارات الرجاء كان ممكن يبصيها بشكل سهل جدا تترجم لهدف هو ده بس النقصة يكون أكتف أكتر على المرمى على الثلاث خشبات ولكن هو بيتحرك كتير جدا أنا شايف أن بيتس موسيماني مع المرمى التاكتكية مع وجود العناصر كولات العالي رايح للحتة الدينماكية ما بين حسين الشحات وبرستاو في الجناح اليمين والتداخل واحد انسايدر وينجر بيخش تاني بيخرب بيحاولون هم يفتحوا المساحات ما بين اللي هو أنصاف المسافات والمساحات ما بين خط احنا عندنا قدرة نلعب شهادو سترايكر يعني بنشوف في أندية كتيرة زي المان سيتي على سبيل المثال ما بلعبوش بسترايكر هل وجود وحكلمك سابت في دي شوفت بيرستاو ازاي في الفترات الفاتية بعض الناس بتقيم بيرستاو قبل الاصابة وبعد الاصابة بعض الناس بتقول لا قبل الاصابة كان مميز جدا كان بيلعب وينجز او بيلعب مهاجم بشكل اكبر عندنا دلوقتي بيلعب بسترايكر صريح شايف التحليل ده لبيرستاو ازاي من وجهة نظرك التحليلية وطريقة انك بتلعب بشهادو سترايكر او مش مهاجم صريح حل تنفع معاقر اتنا في وجود العناصر الموجودة ولا تفضل ان يكون عندنا محمد شريف في سترايكر ونبني الخطة من تحتية على حسب المنافس طبعا جدا كابتن هاني بست انا شايف ان بيرستاو لعيب كبير بيرستاو صفقة كبيرة جدا سيبك من اي انتقاضات بتتوجه له هو هيجي مع الوقت يعني لعيب واضح انه عنده شخصية النادي الاهلي عنده النجم كبير في جنوب افريقيا لعيب دولي كبير بيتحرك لتحت بشكل كويس جدا هو موسيماني عايز منه كده عايز ينزل يفتح المساحات في ظهر المدافعين بيتحول ساعات صنع العاب بيلعب جناح بيلعب في كل المراكز اللي قدام يعني بيلعب مهاجم مواهمي بيلعب صنع العاب بيلعب جناح في الحتتين لعيب كبير جدا بس محتاج لسه اللمسة الاخيرة اللمسة الاخيرة دي هو واضح انه لسه عنده مشكلة بدنية شوية وعايز ثقة الثقة دي هتيجي لما يجيب اهداف بس هرجع نقطة مهمة جدا نقطة موسيماني يا كابتن هاني موسيماني يا جماعة لو في اي نادي تاني كانت عمله تمثال بالنتائج اللي بيعملها دي بص على الارقام في الادوار الاقصائية انت بص على المتشاط الاقصائية اللي لعبها يعني في نص النهاي من اول ما جاء لعب الوداد كسب الوداد بعد كده كسب وكان بكسب خمسة بالمجمع المبراطين بعد كده تلاتة واحد بعد كده كسب الزمالك في النهاية اتنين واحد ده كده بطولة تعالى البطولة اللي بعدها في دور التمانية لعب سانداون كسب اتنين سفر وبعد كده تعادل واحد واحد وبعد كده كسب الترجي واحد سفر وبعد كده تلاتة سفر وبعد كده في النهاية كسب كايزر تشيفس ده كده بطولة تانية تعالى البطولة دي الرجاء المغربي في دور التمانية كسب الاهلي قدامنا نتاج موسيماني أرقام طبعاً مسلماني مع الأهلي في الأدوار الأكسائية طبعاً في الأدوار الأكسائية اللي هي مطشاة النوك قوت اللي هي الزهاب والإياب اللي هي الممارات الحسيمة. مستبع للسوبر الأفريكي. لأن البعض بيجي يتكلم في فكرة أن الاسكواد بتاع النادي الأهلي في أفريقيا أقوى من أي منافس آخر. على فكرة يعني احنا مرنا بتجارب لو تفتكر كتير جداً مستر منو الجزي راجل عبقاري وحقنا معاه نتائج تاريخية. ولكن خرجنا من كانو بيلرز مثلاً في 2009 وبعض المباريات مع الصفاقس في 2006 في دور المجموعات كان في تعصر. فكاس العام الأندية هو اقتبار مع منافس أقوى. ومع ذلك نتائج مسلماني بل مراس أول فوز على فريق من أمريكا الجنوبية في تاريخ النادي الأهلي ومنتريه أول فوز عليه في تاريخك. وكمان برضو عندنا ربعية الهلال. فده بيكمل ده. تبتكلم كمان في عشر ماتشات في الأدوار الإقصائية عشر ماتشات كسب تمانية وتعادل ماتشين. في الأدوار الإقصائية ذهاب وإياب. يعني داخل الكاهرة وبارا الكاهرة. غير الماتشين السوبر الأفريكي. غير النواة السنة دي. كسب الزمالي الخامسة. كسب الإسماعيل أربعة. كسب برامز تلاتة. دول التلاتة اللي هم المنافسين عندك في الدول المصري. كسب الهلال السعود أربعة. والله النتائج دي لو بيعملها أي مدرب تاني أكسم بالله هيعملوله تمثال. ده صحيح أنا أتطفق معك معيش كمان يا فارس أنت تعال نقلي بالآية أنت بتلعب كواس بتتغلب. يعني كانت هتبقى ردودة أفعال إزاي دايما. وخلي بالك النادي الأهلي لما بنقول كده هو ما بلعبش وحش هو النادي الأهلي. ومش معل كلامي برضو كابتن هاني أن المسيماني ما بيغلطش. أو أن المسيماني عشان برضو مش أن أنا بجمل المسيماني. لا مسيماني عنده أخطاء في التغييرات مثلا بعض. أي مدرب في العالم ممكن ما يكونش موافق. بس أنت أنت بتقيم نتائج. بتقيم الرجل ده عمالي إيه؟ الرجل ده وصلني تقنص نهائي في ثلاث بصيسينين واربعة. ماشي في شكل كويس. في الدوري هو الأول. يعني مش ماشي في حتة. طيب حنطلع معنا زميلنا المراسل العزيز محمد توفيق. نشوف أخبار الفريق واستعدادات مباراة طلاعي الجيش مباراة هامة جدا في الدوري. أكيد كلكم حرسين وإنتوا بتتفرجوا بالوقت على شاشة النادي الأهلي. أنتوا تعرفوا. أخبار الفريق. جاهزات اللاعبين. حاجات كثيرة جدا. نتمنى تطمننا على الفريق. وهل الاستعدادات لمباراة طلاعي الجيش والعودة من أفريقيا والاندماج بقى في الدوري المحلي. مباراة مهمة جدا. مساء الخير الزميلة عزيز محمد فارس. تحياتي ليك. وتحياتي الكابتن هاني رمزي. ولدفكم الكرام في الستوديو. زي ما أنت قلت. أنا هنا موجود معكم الفرع النادي الأهل الرئيسي بالجزيرة. لمتابعة تدريب فريق النادي الأهلي الأخير. لاستعداداً للموقات طلاعي الجيش غداً إن شاء الله في تمام التاسعة والنصف على سادة الأهلي والسلام في إطار مباراة الجولة 16 من الدوري الممتاز. يمكننا تعمل زي ما قلت. محمد العودة من أفريقيا يوم السابت على طول من الخش في أجواء الدوري مبارتين الأولى أمام الجيش إن شاء الله غداً ومن بعدها إن شاء الله يوم السابت أمام سالمية كلبطرة. يمكن المدير الفني بيتسو ميسماني في غرف الملابس يمكن استمرت لأكثر من نصف ساعة. طبعاً لشارحة أهم من قاتل قوة والضعف في منافس الفريق إن شاء الله في مبارات الغد طلاعي الجيش من بعدها الفريق نزل لأرض الملعب تم عقد محاضرة أخرى من كابت السابت وحفيز كان يتكلم في نفس المحوالية تتكلم فيها محمد إنه طبعاً الانتقال من مرحلة أفريقيا لمرحلة الدوري العام ومباراتين في ختام الدوري الأول طبعاً قبل لعب المؤجرات طبعاً نتكلم عن أهمية المباراتين وأهمية الحفاظ على الصدارة المحلية تزامناً مع الرياضة الأفريقية وإن شاء الله الوصول للدورة بالنهائي ومن ثم الوصول للنهائي والفوز باللقب 11 عشر بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي. يمكن طبعاً زي ما تشوفوا في اللقطات والمشاهد اللي وصلتكم من التدريب كنت تم عمل ممر شرفي كده على سبيل الدعابة للعالي لطفي طبعاً نظر لأنه رزق طبعاً نظر لأنه رزق بمولودة فنباركله طبعاً وبندعيله إن شاء الله وبندعيل كل عابة النادي الأهلي بالتوفيق في كل حياتهم يمكن التدريب طبعاً بدأ ببعض الفقرات البدنية وبعض التدريبات بالكرة ومن بعده قرر الجهاز الفني الفريق غلق التامنين طبعاً إن التامنين ده هو الأخير واللي هتم فيها عمل بعض الجملة الفنية إن شاء الله اللي هتطبق بإذن الله في مباراة الغد. يمكن أنه كمان الفريق إن شاء الله محمد كابتن هاني يعني عقب بانتهاء التدريب مباشرةً هيتم دخوله إلى معسكر في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب الأهلي والسلام بإذن الله. يمكن الفريق كمان برنامجه هيبقى بكرة بإذن الله. الفطار فيه تمام السبعة والنصف ومن قبله هتبقى محاضرة الفريق عفواً الفطار يبقى فيه تمام السالسة والنصف ومن بعدها على طول محاضرة الفريق والتوجه لملعب الأهلي والسلام فيه تمام السامنة مساءً. إن شاء الله تمهيدا لوصول الفريق فيه ثامنة والنصف في ملعب المباراة وانطلاق المباراة بإذن الله فيه تمام التسعة والنصف. إن شاء الله كل التوفير للنادي الأهلي بأداء مباراة كبيرة وإن شاء الله الحصول على سلاس نقاط يعدوه من ثاني للصدارة المحلية والحفاظ على مسيرته في الدوري. يمكن النتائج أكثر مرأة زيما ذكرتم في كلامكم وكمان مع تزامنا مع النتائج في أفريقيا. يمكن النهاردة أبرز الغيابات طبعا وتأكد بشكل تام. غياب أحمد عبدالقادر عن مباراة الغد. وكمان احتمال كبير يكون مش موجود في مباراة سلاميك كلوباترا. طبعا رغبا في الجهاز الفني والطبي. إن هم يحافظوا عليه خاصة مع الصحقات المقبلة. سواء في الدول العام أو كمان بطولة أفريقيا. رمي ربيعة ظهر من تاني في سيد مختار التوتش هنا. بيكمل برنامجه التأهيلي. وإن شاء الله قريبا يكون موجود في تدريبات الجامعة للفريق. كل الأجواء. كل المشاهد اللي شفناها في تهديب الفريق. تقول أن الفريق مركز. إن شاء الله حالة اللعبين جيدة. سواء بدنية أو فنية. إن شاء الله حالة الانتصار والنشوة من البطولة أفريقية. يتم استمرارها بالغد. إن شاء الله في مباراة طلاع الجيش بالدول العام. إن شاء الله تكون ثلاث نقاط جادت تضاف لرصيد النادي الأهلي. وإن شاء الله تحياتي للفرقة. وإن شاء الله زي ما أنت قلت. يعني الانتقال بقى للدور المحلي. وصراع الاحتفاظ بالقمة ده طبعا. النادي الأهلي مستعد ليه بشكل كبير. كنا نتمنى طبعا عبدالقادر يكون متواجد خلال المتشن الجايين. لكن طبعا رؤية الجهاز الفني في هذه المسألة رؤية واضحة. يعني إن شاء الله كل التوفيق. وشكرا لك محمد على كل اللي أنت قلت. وعبدالقادر غياب عبدالقادر طبعا وعاز أتكلم على عبدالقادر لأن فيه حتة فنية شوية عاز أتكلم فيها. أسأل لك محمد عبدالقادر قدراته بتظهر بشكل كبير جدا في التلت الأخير. هل تواجدوا مع أفشا في التشكيلة الأساسية ضروري لفترة اللي جاية. ولا أنت شايف الأدوار مختلفة. يعني الناس بتقارن عبدالقادر وأفشا. عبدالقادر وأفشا. أنت شايف دور عبدالقادر إزاي ودور أفشا إزاي. هل عندهم مهام متشابهة؟ ولا كل واحد عنده طريقته الخاصة في الأداء ويفيد فرقة النادي الأهلي بشكل أو بآخر. أنا شايف أن كل واحد عنده طريقته الخاصة. يعني عبدالقادر دايما من اللعيبة اللي بتعرف طوف برضو على الكرة زي أفشا. ولكن عبدالقادر المهارة عالية عنده بيقدر أن هو يرقص أنه هو يضم من ناحية الشمال بشكل كبير جدا. بيفكرني شوية بدياز دلوقتي مع ليفربول. بيقدر أنه هو يخلق يعني برضو مساحات أنه هو بالمرونة المهارية العالية عنده بيقدر أنه هو يحرك الفريق وأنه هو يقدر أنه هو يخلق فرص بشكل كبير جدا. وجوده مع أفشا مهم. ولكن برضو زي ما قال سابت بتختلف من خصم للآخر. يعني من طريقة اللعب الخصم هل هي تساعدني أو تكبرني أن أنا ألعب بأفشا مع عبدالقادر أو ألعب عبدالقادر فقط أو ألعب بأفشا فقط. ده كله برضو بيكون مبني على تحليل الخصم شكل كبير. وجودهم مع بعض قد يشكل طبعا كوة كبيرة جدا. ومن ناحية الشمال بوجه خاص. ولكن أنا بشوف أن وجود أفشا أكتر مع ضمه من نص نص الملعب في حالة مثلا الاعتماد على معلول أو النزول لازل ما بنشوف في المباراة كتير جدا بيقدر نلاقي طاهر بيروح ناحية الشمال في وجود حسين الشحات زي ما شوفنا في ناحية اليمين. بيقدر أنه هو أفشا شوية ينزل كتمانية في بعض الأوقات وينزل يستلم الكرة من نص الملعب. يقدر يدور الكرة بشكل كواس جدا. وإن الفريق في التلت الهجومي بشكل أكبر من عبدالقادر من ناحية شمال. بس أنا أنا في نقطة بس أفشا وعبدالقادر. أفشا احنا محتاجينه لفترة الجاية أنه يخش. لازم ياخد برضو يشارك لأنه وفاق ستيف عنده مشكلة في حتة العمك الدفاعي وعنده مشكلة في الزون 14. فأنت محتاج لعيب زي أفشا. فاربعة اتنين ثلاثة واحد خاصة في الماتش اللي على ملعبنا. تتكلم وراء خط الوراء الاثنين الارتجاز. عبدالقادر ملوش يعني مش مشاركة أفشا ملهاش مش مرتبطة. أنا شايفها بمشاركة عبدالقادر. عبدالقادر جناح أكتر يعني. مهمة بقى ثابت بما أنك أنت ذكرت وفاق ستيف. عايزين نشوف. أنت عندك أربع فرق موجودين دلوقتي في نصف النهائي.